المثال الثالث في الفصل الأول الإجهاد والإنفعال البسيطين أول شيء قبل أن نبدأ بالمثال لازم نعرف الفرق بين Single Shear وال Double Shear يعني القص الأحادي والقص الثنائي رسم بسيط رح يبين لنا الفرق بين هذه الثنية هذا البري بهذا الشكل يوجد بليتين مطقوبات ويجعل بيهم بري من نسحبهم تحاول البليتين تقص البري يعني تشبه عملية المقص البسيط الذي نستخدمه بالبيل يعني هذه المنطقة تحاول تنقطع باتجاه القوة يعني موازية باتجاه القوة القوة جاء تسحب أفقياً وهذه المنطقة الأفقية داخل البري تحاول تقطعها هذه القوة إذن هذا قص كيف نعرفه؟ حادي أو ثنائي Single أو Double تشوف المساحات التي محتمل أنها تنقطع أكيد فقط هذه المساحة مستحيل أن نقطع هنا أو هنا أو في الخارج المنطقة التي تكون بين البليتين هي المنطقة المعربة للقطع إذن هذا هو Single Shear نجي هذه البليتين مسحوبات القوة واحدة وقوة ساويهم بالاتجاه الآخر إذا تلاحظ البرغي المنطقة التي تحاول تنزل هذه البليتين على البليتين الأخرى تنقص إذن هنا هاي المنطقة خطرة وهنا أيضا بها فطورة القطع وبالتالي هاي يسمونها Double Shear الفرق بأن هنا بإيجاد بإيجاد التاو إذا نلقى Shear Stress هنا نقسم على مساحة واحدة هنا نقسم على مساحتهم يعني يصير Q على A و Q على 2 A يعني يكون هنا الإجهال أقل إذن نبدي بالمثال اللي يخص هذا الموضوع Coubling بهذا الشكل هذا يعني يربطون بليتين بشكل Fork يعني هاي مثل الشوكة مصنوع من الستيل المقطع ماله مستقيل جايشوك هنان المقاطع أي كروس سكشن قطعا نشوفه شكل مستطيل ومصمم لينقل تنزال Fork قيمتها 50 كيلو نيوتن البولت قطرة هذا البولت مثقوب للأسفل ما مرشوم البولت بس يتقب ماله القطر ماله هو 15 مليمتر المطلوب هو الفرع أي The Sheer Stress in the Bolt The Sheer Stress بالبولت Direct Stress بالبليتة هاي البليتة قيمة الجهاد المباشر Sigma الفرع أي هو تاوري Direct Stress in the Forked End هاي هاي المنطقة أو الأسفل نفس الشيها متناظرة هاي Forked End يعني الحافة المفرعة الفرع أي The Sheer Stress بالبولت هذا واضح إذا نرسمه جانبيا راح نشوف منطقتين تعاني من القاص المنطقة اللي بين البليتة والفورك والمنطقة بين البليتة والفورك بالتالي هذا هو Double Sheer يعني مباشرة من الشكل هذا تقدر تحدد أنه Double Sheer إذن إذا نستخرج TAU هذا TAU تساوي P على 2A اتفقنا أو شرحنا قبل قليل أنه Double Sheer تتقسم قوة القص على ضعف المساحة لأن منطقتين راح تقاوم هاي القوة القوة هي 50 في عشرة ثلاثة المساحة هو P على أربعة هاي الأربعة سوف نقوم بقصة 15 في عشرة سناقص ثلاثة الكل تربية هنا عدنا ثنيا بسبب Double Sheer تطلع قيمة الإجهاد 141.5 ميجا نيوتن المتر تربية هذا الفرع الأول الفرع الثاني بالبليتة يريد Direct Stress هاي البليتة قربناها شوية كبرناها مساحة مقطعها واضحة مساحة مقطعها واضحة مساحة مقطعها واضحة مساحة مقطعها واضحة مساحة مقطعها مستقيل ارتفاعها 6 وعرضها 50 بالتالي السغما سوف يكون P على A 50 على 50 في 6 في عشرة ثلاثة لتحويل المنيمتر إلى أمتر يطلع 166.7 ميجا نيوتن أمتر تربية. هذا السترس المباشر بالبلية. الفرقة الثالث يريد الديركت بالفورك. الفورك قربنا الجزء العلوي قلنا بالعلى وبالأسفل هي نفس القيمة. القوة راح تكون عليها نصف قبل شوية رسمنا البولت قلنا بتقسم المساحة وابحة مع نفس مساحة المساحة. قبل شوية حسننا عليها بالفرع المساحية 50 في 6 في 10 سالب ويطلع 83 ميجا نيوتن على المتر سربيا